رح نشوف هلأ كيف فينا نعمل إنستوليشن للويندوز 2019 ديتا سنتر سورفر على الـ VMware Workstation 16 طبعا أنا ليش اخترت الـ VMware Workstation لأنه هي عبارة عن بلاتفورم أنا بقدر أعمل عليها في virtualization بشكل أنه أنا بقدر أعمل MyTestLab والمميز بالـ VMware Workstation أنه أنا فيني أعمل منه رنينج لسفرل إنستنسيز موروفر الـ VMware Workstation أنا I can host ملتبل طايفة of operating systems وهيدا شفناه وقت ما كنا عم نعمل نحنا ستتاب للـ Virtual Machines أكيد في عندي alternative solution عن الـ VMware Workstation في عندي الـ Open Source Program اللي هو الـ Virtual Box فينا كمان نستعمله إذا بدنا وفي عنا الـ Hypervisor تبعا Microsoft لازم أخد فكرة أساسية بيعني الاعتبار إذا كنت أنا عم بعمل implementation أو بالأحرى implementation على real servers يستحسن أن يستعمل أنا الـ Microsoft Product يعني يروح على الـ Hyper-V وهيدا الشيء نحنا هنشرحه خلال هيدا الكورس ونشوف كيف فينا كمان نستعمل الـ Hyper-V Let's begin our installation نحنا عملنا الـ Preparation للـ Virtual Machines وسميناها Windows Server 2019 DC01 هاكبوس عليها بمجرد ما أنا كبست عليها حيفتح لي بالـ Wizard أو حيعمل لي برامت للـ Welcome page اللي موجودة عندي هون قبل ما قل له Power On Virtual Machines بدي يقل له منين لازم ياخد الإيزو فايل أو البوت بالفايل هروح على Edit Virtual Machines ساتنجز اكبوس عليها ومن بعد ما اكبوس عليها بدي يقل له CD DVD اللي هو موجود عندي هون I don't want to use my physical one I need to use an ISO image file هاكبوس علي الإيزو إمج فايل هاقل له Browse وحشوف أنا وين عام يسايف للإمج فايل اللي موجودة أنا عمدي هون هتكون على الـ Desktop بهال إكزامبل هون Requirements I will be using server 2019 data center dot ISO double click عليها هيعمل له mentioning هون وحارجع اللي أوكي وهلأ بمجرد ما أعمل Power On للفيرتشو الماشين أوتوماتيكلي هيقلع على هايدي الإيزو فايل اللي هي بحد زيتا bootable ميكشور انه الميموري أتليست يكونه 2 جيجابايت أوف رام هيدول يكفي انه أنا أعمل setup ولكن بعدين ممكن زيدهم إذا بدي أعمل أد لرولز and features الـ Processor 2 على الشكل التالي والـ Hard Disk في عندي 100 جيجابايت بمجرد ما أعملت Power On على الفيرتشو الماشين هاكبص جوا ميشان يفوت الكورسر واكبص أي كي على الكيبورد ميشان يعمل بوتينج توريليز ماي كورسر من قلب الـ Operating System بفقص إلى Control Alt وحاعمل فول سكرين ميشان نشوف نحنا الماكسيموم فيو وبهيدي الطريقة أنا كأني بأصرت عم بشتغل بنايتف ويندوز كفيتجولي عم بحكي حنبلش نحنا هلأ بالـ Setup من بعد ما قل لي عندي الـ Setup حيطل عندي الـ Wizard هون يلي من خلاله أنا حاختار اللغة يلي بدي نزل فيها السورفر I will keep it الـ English United State وحاقل له Next من بعد ما أنا حطيت الـ English United State حاقل له هالمرة Install Now أكيد أنا I don't need to perform repair لأنه أنا I need to perform fresh installation فازم قل له Install Now وحيكمل لي على الـ Wizard الموجودة عندي هون يلي من خلاله أنا بقدار أعمل installation في عندي two choices The choice الأول هو Windows Server 2019 Data Center Core يعني بمعنى تاني ما بيكون في عندي أنا Visual Interface مثل Desktop I need to use the PowerShell يلي هي لـ Most Advanced Users ولكن بتاخد storage أقل من العادية يلي بيكون مع Visual Interface أما التانية يلي هي الـ Standard يلي أنا من خلاله بقدار أحصل على Visual Interface أكيد نحنا حنختار التانية I will select the second وعلى أساسها حقل له Next طبعا من بعد ما كبست على Next I need to accept the license terms بعدين برجع بعمل Next من بعدين بدي يقل له Custom And now I need to allocate my space أكيد بالمنطقة الموجودة عندي هون أنا فيني أقسم الـ Hard Drive بمعنى تاني فيني أنا أكبس على New حدد قديش بدي storage من هايدي الـ Unallocated Space ولكن أنا I will be using the whole Hard Drive for this operating system هعمل Cancel فإذاً حقل له هالـ Unallocated Space كل ييتها بدي ينزل عليها الـ Windows فإذاً بمعنى تانية هيخدها كلها as one single partition كيف بقدار بعدين أرجع عمل management لهالـ Partition هنشوفها خلال هيدا الكورس فإذاً بيكبس على Next ومن بعدها هيبلش عندي بالإنستيليشن للـ Windows على هايدي الـ Partition من بعد ما يتطلع عندي هايدي الـ Windows أنا I need to wait حتى كل هيدا الـ Progress عندي يخلص ونشوف كيفينا نكمل نحنا الـ Setup لـ Windows أكيد من بعد ما خلص الـ Process هيطلب مني أني أعمل restart هاقل له restart now ومن بعد ما تعمل الـ Virtual Machine عندي restart اتول boot up again ورح نعمل نحنا initialization للـ Operating System من بعد ما خلص الـ Setup للـ Operating System وعمل initialization وعمل several restart هيطلب مني هلا أني يحط الـ Password للـ Administrator يلي هو هيكون اليوزر الأقوى يلي بيتحكم بهيدا الـ Operating System أكيد مش هيكون هيدا اليوزر الوحيدي اللي نحنا حنستعمله ولكن بالوقت الحالي نحنا ويجب أن نضع الـ Password لأنه الـ Complexity Policy مع ملا إنابل يعني بمعنى تاني الـ Password لازم يكون at least 8 characters بدي يكون في عندي small letters و capital letters و symbols و numbers فإذا نحن نختار very hard password فإذا حتكون H capital بعدين A بعدين R D بعدين capital P add symbol SSWORD and 1 and 9 أكيد إذا بدي جاء تأكد من الـ Password فحيكون على هيدا الشكل هأرجع أعمل retyping to confirm the password فإذا H capital A R D P capital عندي add symbol فإذا بعدين عندي SSWORD وبالأخير في عندي 19 لازم يكونوا اتنين توم matching من بعدها بقوله finish to complete the installation من بعد ما حتت الـ Password now the installation is completed يعني بمعنى تاني I need to access my server To access my server إذا كبس على الـ Desktop ما بيصير أي شيء I need to press Control-Alt-Delete to make sure I'm logging in on Windows system بما أنه أنا عم بستعمل virtual machine Control-Alt-Delete حتتروح للـ Native Machine So I need to send keys بطلع على السيمبل يلي موجودة عندي هون يلي هي اسمه send Control-Alt-Delete to this virtual machine بمجرد ما كبست عليها حيقل لي OK You are the administrator provide the password to login فإذا هقل له هالمرة H بعدين A R D capital P add symbol فإذا SS W O R D and 1 and 9 من بعدها بقول له enter حيعمل setup للـ Profile حيعمل login على قلب الـ Operating System في شغلي كتير أساسية وكتير مهمة أنه بما أنه أنا عم بستعمل virtual machine I can go back to my native machine by minimizing the virtual machine أنا هون على الـ Native machine الأصلية يلي ما عمل له setup physically عندي على هيدا الكمبيوتر إذا بدي أرجع على virtual machine برجع على الـ VMware Workstation حتى فيني أعمل exit من الفول screen mode بمجرد ما عملت exit من الفول screen mode في شغلي كتير أساسية وكتير مهمة لا تقوم بعمل الـ Close button اللي موجود عندي هون مثل كأنه أنا طفيت السورفر باي فورس وهو مجرد تنقدر نعمل الـ Proper shutdown I need to go back to the start button بدي أكبس على الـ Shutdown button يلي هون و بدي أختار كلمة shutdown فإذا بمجرد ما كبست على الـ Shutdown لأنه أنا عم بشتغل مع سورفر وبشكل عام السورفر بالحقيقة ما بينعمل لهم Shutdown عم بيسألني إمتى ليش بدك تعمل Shutdown نحنا منحب نعرف شوية معلومات نخليهم عنا بقلب الـ Event Viewer for future references فإذا هون بتختار من الموجود أما إذا ما كان عندك أي بلان keep it unplanned فإذا ان تشتغل مع سورفر نحن لا نعرف الـ Close button ولا حتى منعمل ومنقل له Power off يلي منعمله نحنا منجي من قلب الـ Windows كأنه عم نعمل شتغل مع سورفر لأي سورفر فإذا نبدأ بعدين منقل له Power button Shutdown ومنقل له Continue ومن بعدها بياخد شوية وقتا يعمل Stopping للسورفرسيز بس تأرجع للـ Welcome page اللي كنت فيا بالبداية بصير فيني أنا سكر الـ VMware Workstation مواقق